لجنة التخطيط في النادي الاهلي بالمناسبة النهاردة قبضت غضب من مرس الكرة الموديل الفني الاهلي ليه؟ هو مش عاجبهم طول فترة الراحة السلبية اللي خدع الفريق بعد مباراة السوبر مرس الكرة اللي قدع للفريق اسبوع بعد مباراة السوبر بس ده كان مخطط ليه من قبل لعب المباراة وهم عارفين انه ده مخطط ليه من قبل لعب المباراة كده كده الفريق هياخد اسبوع بعد السوبر هو اللي مدايق لجنة التخطيط ايه بما انك خسرت المباراة وبما ان كان فيه اخطاء واضحة في المباراة فاسبوع كتير عشان ترجع تاني وتصحح الاخطاء قبل السوبر المصري خاصة ان هيبقى فيه معسكر للمنتخب في النص فكانوا عايزين اسبوع ده يشافوه كتير بس مش حكاية يعني مش قزم مش مشكلة وقالوا حتى للكابت انساني ومساكوا اتحاولت تفاهم مارس الكورر او تقنع مارس الكورر انه يقلل موضوع الاسبوع ده شوية بس اللعيبة خادت الاجازة ولما صدقت ومكدبش عليكم يعني انا لو ما كان مارس الكورر كنت عملت كده لعيبة النادي الاهلي بتشمشم على يوم اجازة من اكتر اللعيبة اللي في العالم بتلعب مباريات كتير وبتلعب تقريبا السنة كلها فكلما يبقى فيه فرصة ان ام ياخدوا اجازة يديهم اجازة حتى لو الفرقة خسرت بس ما احتاجي الاجازة عشان يرجعوا يكسبوا ده رأيي فانا مع مارس الكورر مش مع لجنة التقديد في الجزئية دي طبعا اكيد هما نجوم كبار وقضرة يعني بس اللعيبة الاهلي تحديدا تحتاج الاجازة دايما يعني لما يبقى فيه وقت ينفع يتاخد اجازة بي موسيقى